كبز الفوكاشيا بالسميد الخالص اول شي منضيف ماي 750 جرام ماي منضيف سميد ناعم او طحين فرخة متل ما هو متداول اسمه كيلو ومنخلط احديت مايتشرب السميد كامل الماي نتركوا لمدة ساعة شوفوا قوامه كيف هلا متفكك يعني ما مش عجين بعد ساعة شوفوا قوامه كيف صار صار عنده قوامه اقوى شوي منضيف له طبعا الخميري الطبيعية 200 جرام ومنضيف ملح 20 جرام نبدأ نخلط طبعا هون يخلط مش عجين لكن شوي يعني اطول من العجين التاني لانه السميد بحاجة انه يشرب السوائل فمنخلطه بهاش طريقة مثل الخفق يعني هذا نوع من العجين لكنه مش لمدة طويلة بعد نصف ساعة نعمل له stretch and fold متل ما شافيه العجينة جدا رخوة مناخد السباتيولا او مناخد السكريبر منمدة من الاطراف للعجينة من الاسفل ومنقلبه فوق العجينة حتى تتشكل شوفوا صار عنده بني اقوى شوي منغطيها طبعا منتركها ترتاح لمدة نصف ساعة طبعا هون ملاحظين كفيت بيدي حتى اعطيها قوام اقوى شوي بعد نصف ساعة تانية صار عنده شوي قوام احسن بمسكها من الاسفل وبمدة كذلك الامر بمسكها من الطرف التاني وبمدة وممكن اشتغل بيدي ملاحظين وصار مجرد ما اكتنزت بالغازات وبعد المد الاول صار الا قوام احسن بغطيها وبعملها فول للمرة التالتة وبمدها وبطويها طبعا هون صارت الى قوام احسن من قبل بمدة وبطويها طبعا هون لازم استعين بسكريبل لانه كتير بتساعدني بشمل تساعدها العجين عاديدة بترك العجين التاحنا مدة ربع ساعة نعزك كيف قوام اصار احسن بعد ربع ساعة انا بكون دهانة طبعا صنية بالزيت زيت الزيتون انا يبدو اني كترت هالمرة فانا حطت لع شوي حتتشرب لان العجين السميد ما بيشرب كتير رازات فبالتالي رح هيبين علي فبطويها وبعدين بحطها بهالشكل هيدا بطوي العجين وبحطها بمنتصف الصينية احرص على انها هي الشكلة متساوي بغطيها طبعا وبتركها بالتلاجة او بالبراد يعني لمدة 12 ساعة على الاقل غطيها منيح حتى ما تنشف بالبراد بعد 12 ساعة بطلعها بتركها شي ساعتين بره البراد وبعدين بنقشها بيديه بحط شويه زيت زيتون يبدو انه كتير في زيت زيتون عليها العجينة انا بنصح انه نقل للمرة الجاي منيح خاصة من الاسفل لانه السميد ما كتير بيشرب زيت زيتون اوكي بنقشها بهذا الشكل حتى مدها لكل الاطراف وانا كنوت مرة تانية ما بدي نقشها كتير لانه السميد ما بينتفخ كتير بالفرن مثل دقيق لامح بعد مرور تقريبا 20 ديئة على حرارة 240 بيكون جهز الفوكاشي عندي بدكو يرتاح تقريبا ربع ساعة ملاحظين زيت زيتون واثره لكنه كتير مقرمش وطيب فعلا فعلا هالخبز لذيذ بدكو يرتاح نصف ساعة بعد نصف ساعة منقطع الخبز منها تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد طبعا شوي مقرمش منه قاسي لكنه مقرمش يعني شوفوا كيف يعني لبه متفتح منه سميك لكنه ما انتفخ بشكل كتير منيح فلذلك اذا انتو حابين تعملو مراتين لما تنقشو كتير اوكي شوفوا قوامو احلي متفتح كتير جيد هيدا هو خبز الفوكاشيا بالخمير الطبيعي بتمنى تجربوه وشاركو الوصف مع أهلاتكن شكرا كتير للمتابعة صحوا هنا على قلبكم الله معكم مع السلامة شكرا للمتابعة